السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة وفكرة جديدة من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد لأول مرة بتزوروا القناة ياريت إنكم تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزل على القناة وفي فيديو اليوم إن شاء الله رح تكون معنا فكرة فطور أكثر من مميزة خليكم معنا لنشوف كيف طريقة التحضير رح أستخدم للوصفة الشوفان طبعا الشوفان استخدمت الحباء الكاملة عندي هون بوعاء أربع ملاعق من الشوفان طبعا الشوفان مثل ما هو مباشرة يعني وممكن كمان هون اتحمسوا الشوفان وعساس إنكم تأخذوا قرمشة بس بهالوصفة بطلع والأطياب من هيك هلأ رح أضيف عليها ثلاث حبات من البيض طبعا يكون حجمهم متوسط ورح أبدأ يعني أخفق البيض مع الشوفان بس في البداية رح أضيف رشة من الملاح وهي حسب الرغبة والتذوق وأكيد الفلفل هون رح أستخدم رشات بسيطة من الفلفل الأبيض ممكن حتى تستخدموا الفلفل الأسود بضيف حسب الرغبة ورح أبدأ أخفقهم مع بعض بالشوكلة حتى ما يصير عندي هيك خليط متجانس هالوصفة عن جد مميزة وبتشاهي هي ممكن إنها تزبط معكم لفكرة فتور أو حتى لفكرة عشا أو حتى ممكنكم تعملوها وتحطوها باللنش بوكس تاخدوها معكم لو مكان شغل بتكون عن جد وجبة مشبعة أنا مقلع واسعة على النار هيك نار متوسطة ضفت لها تقريبا بالعقدين إكبار من زيت الزيتون بستنى بس ليسخن زيت الزيتون بشكل بسيط وبنزل عليه المقدار اللي حدرته طبعا بحاول أنزل كل المقدار وبعمل له عملية فرد بسيطة من الأطراف حتى أضمن إنه تطلع معي افطيرة بنفس السماكة من كل الاتجاهات هلا إذا بنا إياها تطلع مرتبة ضروري إنه نسكرها ونغطيها على طول حتى تعطينا استواء للبيض مع الشفان طبعا بالنسبة للخضار ممكن تضيفوا عليها أي خضرة بتكم إياها أنا هون استخدمت حبة بندورة طبعا تكون حجمها متوسط وإنها تكون كتير حمراء وطرية بس حاولوا إنكم ما تكون فيها كمية من السواء اللي بقطعها لمكعبات صغيرة وكمان عندي هون تقريبا ربع كوب من الذرة الذرة طبعا مسلوقة ممكن تستخدموا الفرش أو المعلبة أو ممكن كمان تستخدموا المفرزة بس بتكون مثل ما حكتلكم مستوية طبعا هون كمان قطعت حبة من الفلفل الحلو لشرائح رقيقة وإذا بتحبوها يعني سبايس اضيفوا عليها فلفل حار أنا هون أخدت بعض الشرائح بس بدي أشوف الأطراف شوفوا لي على هاللون ما شاء الله بعد تقريبا ثلاث دقائق على نار متوسطة تقريبا تنشفت معي الفطيرة هلأ منبدأ نضيف عليها الإضافات رح أوزع عليها الفلفل الحلو ما شاء الله يعني بتغنيكم لو بدكم تحتروا بيتسام كنت تحسوا إنه الطعم قريب بس النكهة ولا أطيب من هيك وكمان الشوفان بتعرفوا كثير إلو فوائد وبرضه رح تغنيكم عن تناول يعني المعجنات أو الكربوهايدرات العالية اللي هي مثلا الدقيق أو العجين بكل مواصفات هالفتور سريع وشهي ومشبع هلأ هون أنا نزلت عليها كمان قطع البندورة وقطع الفلفل الحار وأكيد الدرة قبل ما أغطيها رح أضيف عليها رشة من جبنة الموزرلة طبعا أنتوا اختياري بتحبوا تضيفوا ما بتحبوا برضه برجع لكم الخيار بس الأطيب إنكم تحطوا وحطوا كمية منيحة عأساس إنها تكون واضحة بالفطيرة طعمها ولا أشهى من هيك ومين ما أكلها عندي بحكيلي عن جد مميزة وبتشافي أنتوا لو تجربوها رح تعتمدوها كفكرة عشاء عن جد كثير مشبعة مش مضطرة إنك مثلا تحضري جنبها أي أطباق لو عملت وممكن تعملي أكثر من فطيرة لو كان عندك عدد هلأ قبل ما أغطيها رح أضيف عليها رشة من الزعتر الأخضر طبعا هو الزعتر ورق أنا من الشفتة بفرك عليها شوي حتى تعطيني ريحة وطعم أكثر من مميز وكمان ضفت عليها رشة من البابريكا شوفوا اللون يعني اللون ذهبي هيك صارت جاهزة معي إنه أنزلها مباشرة وهي لسه ساخنة جرد مذابة الجبنة خلص بنزلها عن الغاز وشوفوا أنا قدمتها مع كاسة شاي الطعام ولا أرواع من هيك تناولوها وهي ساخنة طعم عن جد مميز بأتمنى إن شاء الله إنكم تجربوها وتعجبكم إذا حسيتوا حالكم تستفيدوا من الأفكار اللي بعرض لكم إياها يريد تساعدوني بدعمها بالتعليق عليها على اليوتيوب دايماً بحكي لكم ولو بسمائل أو بنقطة ممكن إنها ترتفع الوصفة وتوصل لأكبر عدد من الصبايا ويستفادوا من الفكرة شوفوا ما شاء الله شو أوصف لكم ريحتها ولا طعمها عن جد بتشاهي ومشبعة وممكن تعتبروها أروع فكرة للطور حتى لو عندك جمعة يعني سهل تحضيرها وسريع شايفين ما شاء الله جربوها وحكولي شو رأيكم فيها بس أنا إن شاء الله تعليقاتكم على الفيديو بس لو لسه مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد منزل على القناة ومشاء الله مقدار الافترابة تقريباً أربع أشخاص لخمس أشخاص صحة وألف عافية يسعد كل أوقاتكم